حدثنا وكيع قال أخبرنا سفيان وعبد الرحمن عن سفيان عن حبيبي بن أبي ثابت قال وقال نافع بن جبير بن مطعمين عن بشري بن سوحيمين أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في يوم التشريق قال عبد الرحمن في أيام الحج فقال لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب حنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمري بن دينار عن نافع بن جبير بن مطعمين عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث بشة بن سوحيمين فأمره أن ينادي ألا أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمي وإنها أيام أكل وشرب يعني أيام التشريقي حثنا بهز حدثنا شعبة قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت أنه سمع نافع بن جبير بن مطعمين يحدث عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقال له بشر بن سوحيمين أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب ترجمة نانسي قنقر